أحب أعرف نفسي على الأستاذ الدكتور سامي جلال أستاذ من كلية الطب في جامعة سكنزرية يقاسب الكاميرا الحيوية الطبية وحاضر المؤتمر الخاص في جامعة المروفية وهو عن مرض السكر والغلد الصماع بالحقيقة بطريقة بسيطة نحن ندع لعرض خالد السكر بأنه قبارة عن دعص فيه هرمون الإنسفل وفي منه نوعين النوع يسيب الأطفال يسميه جفولايل تايب والنوع الثاني اللي هو تايب تو يسيب كبار السن يسميه إلدالت الطاير طبعاً احنا هنا في المؤتمر نحن نجد بعض جوانب الغرهر السكر وهنا بعض جوانب الغرهر السنماع مريض السكر بحقيقة ممكن يقعد فترة طويلة مغير ما يعرف أنه مريض بالسكر لأنه في أول سنين بقبر يعني مش باين أعراضهم مش واضحة أوي إنما بتطري بتظهر الأعراض أو الواحلي بتطري الشوك إنه عنده مريض السكر لما يحس إنه بيشرب ميا كتير ببول بتاعه بيخرج كبية كبيرة أبطر بد واحد ونصف لتر أو لو حس بضعف أو ممكن يحضر بأحد مضعفات السكر إنه كدعا فيه السكر ده برض ببوب ضعفات كتيرة على معظم الأورجان بتاعت الجسم زي الكلا زي القلب زي البرين فدي كلها بتبقى يعني مضعفات بتحصل مع البرونجران من المريض السكر ومريض السكر الحقيقة لو اقتشف بدري يجب أن تستحل علاجهم ليه؟ لأن بنمنع المضعفات اللي ممكن تكون نتجة عن طول مدة تعرضه لمرض السكر ونكسف كده لو في أي أسئلة ونحن الحقيقة بنشكر المجموعة اللي ركتبت للمؤتمر دي والحقيقة كانت منظمة جدا ودقيقة في عملها ويريد دايما كده تكون المؤتمرات في المستابل خاصة لجميع الجمعات اشتركوا في القناة